بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة طبعاً أنا يعني غير الميتنجز اللي فاتت الميتنجز اللي فاتت كنت بأكلم باللغة الإنجليزية حتى بأقدم لسبيكر بالإنجليز النهاردة عشان أستاذنا الدكتور مجاهد هيكلم إنجليزي مع عربي فبرضو التقديم هيبقى بالعربي. أنا سعيد جداً نهاردة لأنه ما نتكلم ثيرويد رينال أكسس ومعنا أستاذنا الدكتور مجاهد يبقى إحنا فعلاً هنسمع كلام خبير الثيرويد ديس أوردرز ماشي قاصر على الإندوكراين ميديسن أبداً المفروض كل التخصصات طبعاً في المقام الأول البطنة لكن النساء ولادة المفروضة بيعرفين الثيرويد ما بلنا إحنا في النفرولجي ما إحنا ولادة عام الميديسن والإندوكراين وكمان معنا النهاردة أستاذنا الدكتور حنان سطوحي جويش ودكتور حنان من أعلام طب المنصور وفرضت فعلاً شخصيتها في اسم البطنة ومن خلال يعني معرفتي بقى خلال السنوات السابقة دي كلها فعلاً أستاذة جادة ولها بصمة في اسم البطن فيبقى دكتور ميجاهد طبعاً هو أستاذ الكل وأستاذ غدى الصماء في طب المنصورة شارك معنا بأكتر من 12 محاضرة على صحية الجامعة المصرية ودايماً زي ما نشايفين في الصورة دي المبداد هو دكتور ميجاهد الواحد بقى مفتخر بي لأنه دكتور ميجاهد أستاذي من أي ما كنت في سنة ربعة طب ودايماً هو بتميز أنه طريقته في الإلقاء والبرزنتيشن دايماً بتدي ميسجس جميلة جداً وهو نفس التون من زمان أوي هو نفس التون بعلم غزير مع الأيام ودي صورة من المركز في أحد قرصات الأفرقة ودي كان صورة حديثة جداً في 22 يوليا لما اجتمعنا عشان نتكلم في الديابيتس وكارديولوجي وكيدني دي صورة فيها طبعاً معنا نهاردة دكتور مجد الشرقاء والطور طارق طنطاوي طبعاً والطور دي كانت صورة فين يا طور طارق الصورة دي كانت فين والله دي بصراحة مش فاكر قوي لكن ماشي ماشي طبعاً المانجممت الدسليبيديما دي أحد محاضرات الدكتور مجاهد الصورة دي طبعاً في سهاج مع الدكتور علي طه ودكتور علي طه معنا في الميتنج مع الدكتور كمال عكاشة حيبنا كلنا الدكتور مجاهد له ومكترات كتيرة يمكن من يعني بالتجاه الإسلامي أنه أحد الأساسيات في ما يخص صيام رمضان والسكر دي كانت أحد المقالات صحيح السنة دي الجروب عملت أبديت عشرين عشرين لكن هو نفس النهج نفس النهج من اللي يصوم منه ما يصومش وزاعة موديفايد الأدوية في رمضان معنا الأستاذة دكتورة حنان وطبعاً الدكتورة حنان هي أستاذ غودة صماء سكر وفيرويد وماسكت رئيس أو مديرة البطن التخصصي في وقت من الأوقات في وقت حالك جداً ولكنها نجحت أنها تعبر الفترة الصعبة اللي كانت موجودة فيها وهي عمود أساسي في الديابيتيك فوت يونت اللي تعتبر من الانترناشنال يونتز في طب المنصورة أن نحن نفتخر أنها موجودة معنا ده صورة فيها دفعة التورة حنان التورة حنان التورة حنان في القلبة هي التورة حنان اتبسطت جداً من محاضرتها معنا لما قالتها في الدولة على الديابيتيك فوت ويومها جبنا بعض من الديابيتيك اللي موجودين رغم من الأطباء مفيش هوم حاجة لكن هي عشان خبيرة طلعت مبادئ الديابيتيك فوت موجودة وده يؤكد أن احنا المفروض نتعمق شوية في الهيستر والإجزامناشن ونهتم بالديابيتيك فوت لأن الديابيتيك فوت معناها الهارت معناها كل حاجة معناها اللايف بتاع البيشن ده صورة تانية مع مع أستاذنا طبعاً التور محمد صبح التور محمود يوسف والتور طارق والتور حنان موجودة في أحد الميتنج من الكلمة السكر برضو زي ما عجبنا بحث من دكتور مجاهل ده أحد المقالات اللي شاركتك فوتور حنان مقالة مهمة جداً 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 لأنه بتكلم عن ضابتك بلو نيروباثي وأنه فيه نظرات كتيرة لكن لابد نهتم به لأنه بوابة للهارت برضو اللي عنده ضابتك نيروباثي أتوقع أنه مشكلة في الهارت وممكن أن يقع فيه مورتاليتي فمقالة ريفيو محترم جداً أنصح الكل بقرأيته أنا متوقع النهاردة جلسة علمية قوية جداً وخاصة المتحدث هو الأستاذ تور مجاد وهو من هو والتشير بيرسون اللي مشاركنا من الاندوكران صايد التور حنان ومن نفروليج طبعا معنا أساتذة كبار جداً معنا حضرين زي أمثال التور مجد الشرق والتور عالطاه والتور طائطانطاوي وإن شاء الله يبقى فيه discussion بعد المحاضرة إن شاء الله يبقى يتمشى مع قوة المحاضر والتشير بيرسون اللي معاني أنا بشكركم وإن شاء الله هادوا على الدكتور مجاهد يبدأ محاضرته وعلى ما يبدأ المحاضرة المايك هسيبه للدكتورة حنان لو عاوز تقول كلمة اتقدم فهو الدكتور مجاهد اعملي أميوت يا دكتورة حنان حقيقة أنا عايزة أشكرك يا دكتور حسين على كل الأكتيفتي اللي حضرتك بتعملها بشكل ريجولر حقيقة إنها حاجة تدعو للفخر لأنه ما فيش حد الحقيقة عمل أكتيفتي معظمها نوت سفونسور بنفس الانسوسيازم والباشن إن انت تعلم بالنسبة اللي بيشارك معاك من كل العالم العربي وانترناشنال سمتايمز وانسو عن فأنا سعيدة جدا 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 بالأكتيفتي اللي حضرتك بتعمل سعيدة جدا كمان بإنه النهاردة السبيكر اللي أنا يحصل لي الشرف اللي أنا أقدمه وأستاذنا كلنا الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد لأنه الدكتور مجاهد الحقيقة خير من يتكلم عن موضوع السيرويد والسيرويد والسيرويد لأنه الدكتور مجاهد طبعا أستاذ اندوكراين ولكنه كان عنده انترست لفترات طويلة في النفرولوجي ويعتبر مع الزملاء في وحدة الكلا من الناس اللي أسسوا لوحدة الكلا في مستشفى الجامعة في المنصورة فأنا يعني شايفة إنه اختيار إنه الدكتور مجاهد هو اللي يتكلم على السيرويد والسيرويد اختيار موفق جدا جدا لأنه هو يعتبر اكسبرت في بوث برانشز وإن شاء الله نستمتع كلنا بمحاضرة كويسة ونستمتع بالدسكوش إن شاء الله اللي بعد المحاضرة اشترفنا وكل مجاهد نحن نقدم حضرتك وفخورين دايما بيك شكرا جزيلا يا بك رحلان على الخلام الطيب وانت لفت نظر الكلمة أنا فتحصها في الخلام بس وقفت ومقلتياش إن كل الميتر اللي أخب نعلن عنها داخل السيني اللي أنا مسؤول عنها كلها بعيد تماما على الشركات وأنا سأقوم صروا على كلام من ذلك الحمد لله دا حاجة من الحاجات الجميلة اللي احنا نتمنى نهاية دوم إن شاء الله أنا هدعو أستاذنا بطول مجاهد يبدأ المحاضرة بطول بسم الله الرحمن الرحيم أنا الحاجة طبعا سعيد جدا النهاردة إني أتكلم على هوت طوبك السيروت ديسوردرز والكيدني ديزيز انتر ليشنشيب وأنا طبعا بشكر الدكتور حنان على التقديمة الجميلة والدكتور حسين إنه داني الفرصة إن أتكلم في هذا الموضوع الحياة دي طبعا كانت صورة في البيستوف اي دي اي وده كان آخر مؤتمر فيستوفيس وبعدها جات الكورونا وبدأنا نعمل فيرشوال ميتينج كتير جدا يمكن بس أنا هقول انتروضاكشن مهمة السيروت ديش فانكشن أفكترين الفيسيولوجي والديفولومنت والكيدني ديزيز برضو result in سيرويد ديسفونكشن يعني السيرويد بتؤدي إلى تغير في الرين الفيسيولوجي وإيضا الرين الديفولومنت وفي المقابل الكيدني ديزيز برضو ممكن result in سيرويد ديسفونكشن كمان ممكن التو ديسورد يبقوا كو أجزيست with common اتيولوجي فاكتور ممكن وان اتيولوجي فاكتور يؤدي إلى سيرويد and كيدني ديزيز in addition treatment strategy if one disease مثلا سيرويد سوردرز له علاقة بالكيدني أو السيكي دي في تشينج في التريتمين في العنين بتوع السيكي دي والعكس صحيح العنين بتوع الأدوية اللي بنستخدمها في الكوروني كيدني ديزيز في رينال سوردرز ممكن تؤفكت السيورد هي دي تقريبا ملخص المحاضر لو هتكلم على الأفكت بتاع السيرويد دوسوردر على رينال ديفولوبمنت هنبدأ من الأول كده القصة من الأول فعندي الهايبو سيروديزم هبتكلم على رينال ديفولوبمنت وممكن جزء كبير من الكلام ده إنيوترو بالنسبة للإمبيريو فالهايبو سيروديزم بيقلل الفونكشن رينال ماس وبيبقى فيها هايبو سيروديزم مع الهايبو سيروديزم وديكريز الميتو كوندري الانرجي ميتابوليزم الهايبو سيروديزم on the other hand سيفير هايبو سيروديزم رزال بروتين بريك دون and افنشوالي رينال أتروفي لكن الكلام المهم دلوقتي إن مع الهايبو سيروديزم بيبقى فيه زيادة في الاكتيفتي بتاع السوديم فوسفرا سكو ترانسبورتر السوديم بوتاسيام ايتيبيز في البروكز مال كونفيليو تيبيول إذا نقدر أقول إن السيرويد ديسوردرز بيأفكت الرينال ديفولوبمنت إيفين إنيوترو ودي عشان كده بقول السيرويد هرمون كان أفكت الجروس بتاع الكيدني وبيأدي إلي لو إفكت على الرين الفيسيولوجي يعني السيرويد هرمون لو إفكت كبير جدا على الرين الفيسيولوجي وبالذات السوديم توبيولر ري أبزوربشن الرين سيكريشن الصالفات هوميوستيزيس الكالسيوم والتوبولر ري أبزوربشن بجانب في صم هيمو ديفولوبمنت للسيرويد هرمون على الرين الفيسيولوجي يبقى إذن السيرويد هرمون كان أفكت الكيدني باي سري ويز سرو الجروس الديفولوبمنت ورين الفيسيولوجي وده اللي إحنا هننقشه دلوقتي باختصار إحنا تكلمنا على الديفولوبمنت وقلنا إن في العينين بتوع الهايبوسيروديزم بيبقى في دي كريز في الرين الماس وفي العينين بتوع الهايبوسيروديزم بيبقى في بروتين بريكداون وممكن يحصل كيدني أتروفي وكلا الهايبو والهايبوسيروديزم ممكن يعملوا إنكريز كونجينيات الانوماليز هركز هركز شوية على الفيسيولوجي كال افكت اوف سيرويد هورمون على الكيدني فونكشن ده الجزء المهم جدا وده جزء مهم لأن إحنا كإندوكرانورجيست ونفرولوجيست أحيانا بنفاجأ ببعض الكلينيكال واللاب اللي بيخليني أقف مدهوش أو أصرف غلط فأنا عاوز أعرف إيه الإفكت في سيرويد هورمون على الرين الفيسيولوجي طبعا الإفكت ده فيه جزء منه بري رين الفيكت وفيه دايريكت رين الفيكت البرير رين الفيكت سروز كارديو فسكولر سيستيم عند الرين البلد فلو السيرويد هورمون له إفكت على الكارديو فسكولر السيستيم زي ما احنا عارفين وبالتالي يكون سيكون لي له إفكت على الرين البلد فلو الدي رين الفيكت سرو غلوميور الفيلتر سرو السيكريتوري السيكريتوري والري أبزورب الفيونكشن اف زي تبيولز والإفكت على الهورمون سيكريت باي زا كيدني والإفكت على الغلوميوري يعني السيرويد هورمون بيأفكت الفيسيولوجي بتاع الكيدني سرو غلوميور فلتر سرو طوبولر and غلوميور function and even the endocrine function of the كيدني كلهم بيبقوا دايريكت لأفكت باي سيرويد هورمون هنفصل شوية الكلام اللي احنا قلناه السيرويد هورمون له انفلنس على السيوديم reabsorption في البروكزمن convoluted tubule by increasing the activity of sodium potassium ATBs and tubular potassium permeability بيبقى عشان كده في العينين بتوع الhypociridism بيبقى في عندي decreased activity وفي العينين بتوع الhyper cirrhodyism بيبقى في increased activity وده هنشرحها بالتفصيل حالا تنسلحها نسلحها بيبقى احنا شايفين في احنا شايفين في للسيرويد هورمون على الكايدني فونكشن لو خدناها بقى طيب في حالات الhyper cirrhodyism وحالات الhypocirrhodyism هاو هيبر cirrhodyism كان افكت الفيسيولوجي of the academy العينين اللي عندهم هيبر cirrhodyism يبيبقى عندهم increased glomerular filtration rate increased cardiac output وبالتالي في زيادة في renal blood flow نمر الثلاثة endocelial production of nitric oxide in renal cortex and مضالة by induction of nitric acid sensitase يعني بيزاود nitric oxide in the glomerular filtration rate بيتزاود glomerular filtration rate حوالي 18% الhyper cirrhodyism بيبقى فيها more activation of the rast system كمان زيادة T3 بيزاود renal gene expression البلاز marinin angiotensin 2 and serum converting enzyme كل دول بيزيد في حالات الhyper cirrhodyism angiotensinogen synthesis by the liver بيزيد برضو في حالات الhyper cirrhodyism يبقى دولها الحاجتين الوحيدين اللي بيقلوا في حالات الhyper cirrhodyism لكن في حالات الhyper cirrhodyism كل حاجة بتزيد زي ما احنا شايفين the aforementioned changes اللي احنا قلناها زيادة الكارديك output زيادة الرين blood flow بنجد في عندنا في some sort of afferent arterial vasoconstriction في حالات الhyper cirrhodyism وفي ايضا vasoconstriction في الafferent لكن الvasoconstriction اللي موجود في الafferent بيبقى اقل كتير من اللي موجود في الafferent arterioles وبالتالي بيبقى في زيادة في الانترا glomerular pressure وزيادة في الفلتريش pressure وبالتالي بيبقى عندي زيادة في glomerular في بل بعض المقالات الحقيقة بدأت اشوفها بتقول لا ما بيحصل افرنت vasoconstriction بيحصل افرنت vasodilatation ليه لان الناتر كوكسايد زايد والاندوسيلين اللي بيعمل vasoconstriction قليل وبالتالي الافرنت ارتريولز بتبقى فيها مور vasodilatation على العكس ان في سام سورت of vasoconstriction نتيجة زيادة الادرينيرجيك اكتيفتي زيادة الراس سيستيم اكتيفتي وبالتالي في سام سورت of vasodilatation في الافرنت ارتريول و سام سورت of vasoconstriction في الافرنت ارتريول ومحصلة الاثنين بقى فيه عندي زيادة في الانترا glomerular بريشر وزيادة في الفلتريشن بريشر وبالتالي في زيادة في الاجلوبير رفتريشن ريت كمان عندي كونسيكوانت افيد سوديم اند بوتاسيام ري ابزوربشن في البروكزم الكونفليوت التوبول في حالات الهايبر باراس في الهايبر سيروديزم كمان في زيادة في الاجتفتي of زيبيزولاترال سوديم بوتاسيام ايتيبيز ايبكال سوديم هيدروجين اكس تشينجر الابكال سوديم فسفرس كو ترانزبورتر كل الترانزبورتر بيحصل لها مور اكتيفتي في العيانين بتوع الهايبر سيروديزم والاكتيفيشن بتاع الزي سوديم ري ابزوربشن بيبقى في زيادة في السوديم بروكزم ري ابزوربشن وكمان في زيادة في الكالسيام ري ابزوربشن في زيادة في الكالسيام ري ابزوربشن نتيجة الاجتيفيشن of these كو ترانزبورتر في المقابل لو احنا بصينا للاب بنلاقي السيروم كرياتينين السيكنيف سيجنيفيكانت لديكريزد في العيانين بتوع الهايبر سيروديزم ولذلك لما بيعلى السيروم كرياتينين في العيانين بتوع الهايبر سيروديزم بنبقى خايفين قوي لانه معناها ان في ماركت إليفيشن للسيروم كرياتينين وماركت رينا الامبيرمينت والزيادة not only due to an increased glomeral filtration rate النقص قصدي السيروم كرياتينين بيبقى significantly decreased not only due to an increased glomeral filtration rate but also due to the reduction in overall muscle mass البريك داون للبروتين بيبقى زايد في الهايبر سيروديزم وبالتالي بيبقى عندي decreased serum كرياتينين يبقى two factors contribute with each other اللي هما بيقدوا إلى decreased serum كرياتينين نمرة واحد increased glomeral filtration rate نمرة اثنين decreased muscle protein mass برضو عندي increased cell metabolism and production of cystatine c result in an increased in cystatine c despite an increased in glomeral filtration rate ودي نقطة مهمة بالنسبة لل nephrologist برغم من أن أنا عندي زيادة في glomeral filtration rate المفروض يقابلها نقص في cystatine c لكن في الواقع في زيادة في cystatine c وده بينتج من nucleated cell كل nucleated cell ولذلك لاعتماد على قياس cystatine c في هذه الحالة هيبقى wrong في evaluation of kidney function لأنه هيبقى زايد وممكن تبقى هيبقى زيادة والمفروض هو يقل مع زيادة glomeral filtration rate اليورينا النيوتروفيل ده فاكتور حقيقة أنا طبعا مش معقول هتكلم على كل الماركرز للكدني البروتيوميك والميتابولوميك وكل الكلام دي لكن لفت نظري في بعض المقالات إن اليورينا رينوتروفيل جلاتينيز associated لايبو كالين ما بيتأثر شي لا بالبرا لا بالهايبو ولا بالهايبر سيروديزم ما بيتأثر شي وبيبقى نورمل وعشان كده ممكن يبقى بروميزنج بايو ماركر في العينين بتوع السيرويد دي نقطة طبعا ريسيرش لكن ممكن تبقى مفيدة لينا إن إحنا نقدر نشوف هل فعلا في أكشوال ألتر الكيدني فونكشن ولا الكيدني إمبيرمنت اللي نتجه دي نتجه من السيرويد دي ده برضو كلام مهم 24-hour urinary protein increase probably related to increase the glomerate filtration rate يبقى glomerate filtration rate قليلت السيروم كرياتين وزودت البروتين execration through the kidney there is decreased the ability to concentrate urine ودي مهمة جدا في العينين بتوع الhyper cirrhosis إن عندهم decreased the ability to concentrate urine probably due to increase adrenal blood flow وال ismotic diurosis rather than vasobristine sensitivity يعني التو mechanism المين اللي بيزوده ال diurosis أو الosmotic diurosis هو renal blood flow وال osmosis الكوشنالي hyper cirrhosis is associated with hypokalemia ممكن الhyper cirrhosis يبقى عندنا ما يسمى cirrhotic hypokalemic periodic paralysis نتيجة المutation in either L-type calcium alpha 1-type unit orbitacium inward rectifier والقصة دي كان ليا حظ الحقيقة ان انا شوف حالة مرة واحدة cirrhotic hypokalemic ان ممكن يبقى يبقى فيه electrolite imbalance مع العينين بتوع hyper cirrhosis والelectrolite imbalance ده ممكن افكت الكدني function ده بالنسبة لل hyper cirrhosis القصة بتختلف 180 درجة تقريبا مع الhyper cirrhosis بشوف عكس نفس الكلام اللي انا قلته في الhyper cirrhosis الhyper cirrhosis leads to decreased cardiac output and hence renal blood flow بتزود peripheral vascular resistance بيحصل عندي interrenal vasoconstriction هنا actual vasoconstriction بيحصل عندي decreased renal response to vasodilators الnatric oxides والnatric oxides sensitives الاكتف بتاعهم بتقل في hypothyroidism reduced vascular endocelial gross factor insulin gross factor 1 بيحصل glomerular bismet membrane sickening بيحصل mesangial matrix expansion كل اللي change دي بنشوف ها في العينين بتوع الhyper cirrhosis تماما عكس ما قلنا في الhyper cirrhosis كمان glomerular filtration rate is reversibly reduced by about 40% وده رخم كبير جدا في بحوالي 55% of adults with hypothyroidism decrease sensitivity للبيتا adrenergic stimuli decrease renal release decrease angiotensin 2 impaired dross activity كل الكلام ده عكس تماما اللي احنا شفناه في hyper cirrhosis يحصل عندي reduced proximal convoluted tubule reabsorption للكلورايد والصوديم والووتر ده كلام هنشوف برضو أهمية كلام ده in addition to the renal bisolateral coloride expression is reduced this reduced the coloride reabsorption increase the distal coloride delivery وده قد يكون low effect على maculadensa والeffect بتاع على tubule glomerular feedback which reduce the activity of rise consequently the glomerular potential rate fail القصة دي أنا عاوز أشرحها ببساطة شديدة جدا إن نتيجة decreased activity بتاع coot transporters السوديم اللي بيروح للم maculadensa بي ال الكلورايد اللي بيروح للم maculadensa بي ال وبالذات تتبه لجلومير feedback بي ال ولما تبه لجلومير feedback بي ال ده consequently بي قلل لجلومير filtration rate يبقى ده سبب ليه الجلومير filtration rate بتقل في العيانين دولة و إحنا بيحصل عندنا reabsorption للسوديم والوطر في العيانين بتوع ال الهايبوسيروديزم على عكس الهايبوسيروديزم الاكتفتي بتاع الكو ترانسبورتر كلها بتقل السوديم وتاسيوم ATP السوديم هادرجون اكسشينج اكتيفتي بتزي الهايبوسيروديزم في الهايبوسيروديزم في الهايبوسيروديزم هنا الهايبوسيروديزم هيقل ليه لان القو ترانسبورتر اكتيفتي قليلة ويمكن النفرولوجيست يعلقوا على النقطة دي لأنها مهمة جدا جدا إن احنا بنلاحظ فعلا في العينين بتوع الهايبو سيروديزم إن المضلري هايبرتونيستي is primarily the driving force behind urinary concentration فما بيبقاش عندهم ability to urinary concentration فعشان كده هقول بقى ملخص الهايبو سيروديزم the reduced glomerular filtration rate reduced sodium reabsorption and relatively increased anti-diuretic hormone secretion and renal hyper sensitivity mediated free water clearance كل هذي الكلام sodium reabsorption بيزيد لكن الوطر reabsorption بيبقى اختار كتير من السودوم reabsorption عشان كده عندنا dilutional hyponatremia في العينين بتوع الهايبو سيروديزم هايبو سيروديزم result is in reversable elevation in the serum creatinine due to reduction in glomerular filtration rate as well as possible myopathy and rhabdomyolysis وإحنا عندنا حالات rhabdomyolysis بنشوفها في الهايبو سيروديزم ودي ممكن تعمل acute kidney injury there is reduction in serum cystatine level due to reduced production وإحنا عارفين الcystatine C بيطلع من nucleated cell ونتيكة decreased energy اللي موجودة في العين بتوع الهايبو سيروديزم بيبقى في reduced production of cystatine C hypothyroidism result is in increased glomerular capillary permeability to protein هذه هي الشيء المشترك في الهايبو والهايبو سيروديزم اللي فيه بروتونوريا لكن الدجريب بتاع البروتونوريا بتبقى أكتر في العينين بتوع الهايبو سيروديزم the consequent brotونوريا حتى even precedes the reduction in glomerular filtration rate in hypothyroidism لأن زي ما أنا قلت في السلايدز في الأول في mesangial expansion موجود وبالتالي البروتونوريا دي من الشيء الحاجات الواردة كتير قوي في الهايبو سيروديزم موجودة أيضا في الهايبو سيروديزم بس في الهايبو سيروديزم بسببها increased glomerular filtration rate ألخص الكلام بالدياجرام ده هوت الدياجرام ده بيلخص الكلام وبيقوله الهايبو سيروديزم في زيادة في الهارت ريت في الهايبو سيروديزم في نقص في الهارت ريت الكاردك كونتراكتيلتي بيتزيد في الهايبو سيروديزم بتقل في الهايبو سيروديزم الكاردك أوتبوت بتزيد في الهايبو بتقل في الهايبو سيروديزم البريفرائد فاسكورا Impresor lipem البريفرائد فاسكورا Conservative بالتقل في العيين بعمل البريفرائد فاسكورا البريفرائد فاسكورا بيبقى بقابة في الهيبر سيروديزم وليس اكتف في الهيبو الفلتراشن بريشر بيزيد في الهيبر سيروديزم بيقل في الهيبو سيروديزم الجولوميرالفلتراشن ريت بيزيد بيقل في الهيبو سيروديزم الطوبولوجولوميرالفيدباك بيزيد في الهيبر سيروديزم بيقل في الهيبو سيروديزم الطوبولارماس بتزيد في الهيبر سيروديزم بتقل في الهيبو سيروديزم كل الكو ترانسبورتر سوديام-بوتاسيام?- أ있는تحانات الهيبرا خاصة جيدية كلها تزيد في الهيبرصيروديثم وبتقل في الهيبوسيروديثم !الاتنين قد مشتركين في حague يا البروتونوريا بتبقى موجودة في الاتنين واليوريونيو كونسنتريتينج في الطاقتين يبقى حague tu Emma shiroudism البروتونوريا واليوريونيو كونسنتريتينج أببلتي ده الجزء الأول من المحاضرة اللي هو الـ impact of thyroid disorders على الـ kidney development, growth and physiology وعلى الـ kidney function ده الجزء الأول من المحاضرة الجزء الثاني طب العيان اللي عنده CKD هل فيه reflection للـ CKD على الـ thyroid؟ هو already CKD patient وهل الـ CKD ده can affect thyroid structure, thyroid function؟ yes through mini mechanism الـ CKD بتأفكت الـ hyposalamic bitutary axis وبتأفكت direct للـ thyroid CKD له direct effect على thyroid gland وله direct effect على T4 conversion إلى T3 وله effect على الـ protein binding of thyroid hormone سواء T3 أو T4 يبقى هي ده الميكانيزمي اللي CKD can affect thyroid disorders نشوف النقطة الأولانية الـ hyposalamic bitutary axis بيبقى فيها عندي normal TRH لكن فيه planted response of TSH لـ TRH في planted response للـ TSH إلى الـ R ولذلك بيحصل عندي altered circadian rhythm and glycosylation of TSH ليه؟ عشان السنستيفيتي للـ TRH بتبقى planted باليوريميا اللي موجودة أو بالتوكسينز اللي موجودة ده النقطة الأولانية النقطة الثانية العينين بتوع الـ CKD بيبقى عندهم normal or low T4 العينين بتوع الـ CKD بيبقى عندهم normal or low T4 especially الـ 3-T4 وأنا هقول دلوقتي ليه الـ 3-T4؟ لأن التوتل ممكن يبقى affected بالبروتين breakdown اللي بيحصل في الـ CKD وزي ما احنا عارفين السيروكسين بيبقى bounded للـ global للـ albumin والـ pre-albumin كل دولا بيبقوا affected في العينين بتوع الـ CKD وبالتالي التوتل ممكن يبقى affected لكن الـ 3-T4 بيبقاش affected قوي في العينين بتوع الـ CKD في حاجة مهمة جدا احنا عارفين ان الـ T4 ده بروهرمون الاكتف هرمون هو الـ T3 وان الـ T4 لازم في الـ في الـ يتحول الى T3 يتحول الى T3 سروع دي ايودونيز انزاين سروع الـ دي ايودونيز انزاين اللي هو بيحول الـ 3-T4 الى T3 وده الأكتف هرمون يبقى انا قادر اقول على الـ T4 ده بروهرمون لكن الاكتف هرمون للسيرود هو الـ T3 البريفور الـ conversion of T4 الى T3 بيقل في العينين بتوع الـ CKD وده علامة مميزة جدا للعينين بتوع الـ CKD التـ 3 بعدما بميديات الـ action بتاعه بيتحول الى reverse T3 بيتحول الى reverse T3 سروع 1-5 دي ايودونيز انزاين برضو يبقى T4 بيتحول الى T3 سروع دي ايودونيز انزاين واناظر دي ايودونيز انزاين بيحول الـ T4 الى reverse T3 characteristically في العينين بتوع الـ CKD وده هناخدها وهتبقى مفيدة لنا جدا ان T3 قليل لان T4 ما تحولش الى T3 يبقى characteristically T3 قليلة المفروض في المقابل يبقى reverse T3 قليلة لا احنا لقينا ان reverse T3 في كل العينين بتوع الـ CKD بتبقى وزين normal ودي هتفدنا زى ما هنشوف دلوقتي طب ليه بتبقى وزين normal هنشرحها فيما بعد لكن characteristically T4 بيبقى normal في الـ CKD وبالذات التوتل التوتل ممكن يبقى قليل لكن الـ free ممكن يبقى normal نمرة اتنين الـ conversion بتاع T4 الى T3 بيقل وبالتالي T3 بيقل والـ reverse T3 المفروض كان يقل تبقى لنقص T3 لكن في الحقيقة ما بيقلش الـ reverse T3 وما بيقلش الـ reverse T3 ليه؟ هنشوفه هو كمان انا عندي CKD بيقل العينين بتوع CKD عندهم decreased glomerular filtration rate وبالتالي فيه decreased clearance للأيودين فبيحصل زيادة في الأيودين اللي في البلد وزيادة في الأيودين اللي موجود في السيرويد جلاند يبقى الـ intra-sيرويد أيودين بيزيد والـ intra-sيرويد أيودين لما يزيد يكبر السيز بتاع الجلاند عشان كده العينين بتوع CKD بيبقى عندهم جويتر وبيبقى عندهم more tendency للسيرويد ندير يبقى السلايدز دي very important slide مفيدة جدا 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 بتبين لي how can CKD affect the thyroid function ويمكن هي دي القصة الحقيقة ان الـ hyposalamic pituitary CKD بالـ TSH ممكن يبقى زايد ولكن الـ response بتاع TSH للـ TRH بيبقى قليل بلانتد روزبونس لكن TSH بيبقى زايد عشان الـ clearance بتاع TSH بيقل الـ clearance بتاع TSH بيقل وما بيقلش قوي ليه؟ لأن برضو الـ response بتاعه للـ TRH ما بيبقاش واضح نمرت اتنين السيرويد سايز بتزيد نتيجة زيادة الـ intracyroid والـ blood iodine التـ 4 response للـ TSH بيقل increase total and or free T4 وبالذات التـ total بيقل وممكن الفري ما بيبقاش affected على مستوى circulation زيادة في السيروم iodine alternation في السيرويد بايندينج بروتين نقص البروتين بايندينج نقص التـ total والـ free T4 والـ T3 زيادة الـ reverse T3 وبالذات الـ free fraction بتاعه على مستوى التـ tissue في نقص في الـ T4 conversion للـ T3 نقص في التـ total and free T3 زيادة في الـ reverse T3 خلي بالنا من reverse T3 دي لأنها نقطة هتفرق معنا كتير دلوقتي في لما نيجي نتكلم على الـ non-syroid illness اللي بيحصل مع العينين بتاعه السيكي دي الرينال في ألطرد TRH-TSH clearance في decreased clearance للـ iodine increased binding protein loss وكل ده ممكن يؤفكت السيرويد function نخلي بانا أن الـ hypercyroidism كان result in accelerating CKD طب إزاي الـ hypercyroidism كان accelerate CKD أولا زيادة الـ intra-glomerular pressure وزيادة الـ filtration pressure نمرت اتنين الـ proteinuria اللي احنا عرفنا أنها مشتركة بين الـ hypercyroidism نمرت ثلاثة increases mitochondrial energy metabolism اللي بيحصل في الـ hypercyroidism والعجيب بقى أن في الـ hypercyroidism فيه down regulation of superoxide dismutase وبالتالي فيه accumulation للـ free radicals وبرضو الـ free radicals بتكون زيادة نتيجة الـ breakdown بتاع المسلز فيبقى عندي زيادة في الـ free radical generation وممكن تي تعمل consequent renal injury يبقى شوفوا الـ hypercyroidism كان accelerate CKD زيادة الرأس activity can accelerate renal fibrosis زي ما احنا عارفين الـ angiotensin II لما بيزيد it contributes to anemia in CKD العينين بتوع الـ hypercyroidism الـ anemia بتبقى زيادة فيهم والـ anemia مع الـ CKD موجودة في بيحصل ماركد anemia في العينين بتوع الـ hypercyroidism واللي عندهم CKD وcharacteristically واللي الـ response للـ recombinant human erythropyutene بيبقى ما هواش جود في العينين اللي عندهم hypercyroidism نشوف بقى طب الـ primary hypocyroidism ما علاقتها بـ CKD primary hypocyroidism non autoimmune iscomally observed in CKD patient كتير جدا من العينين CKD يجيلي بتحليل كده ألاقي معاه subclinical hypocyroidism دي مهمة جدا عشان كده الـ prevalence of subclinical hypocyroidism زايد جدا جدا ودي من الكاركترستيك features of CKD يعنيين بتوع CKD characteristically عندهم subclinical hypocyroidism The earliest and most common thyroid function in CKD patient is a low T3 especially total than free T3 زايمانا قلت وزايمانا شرحت This low T3 syndrome occurs in CKD عشان ال-chronic metabolic acidosis ال-chronic protein malnutrition بوس أفكت الـ aido-sironine deiodination as well as protein binding of T3 وعندي reduced peripheral conversion of T4 to T3 الإنفلاماتري cytokines اللي زايدة اللي موجودة ديت وبعدين عندي الإنفلاماتري cytokines such as tumor necrosis factor alpha interleukin 1 inhibits the expression of type 1-5 d-iodinase which is responsible for the peripheral conversion of T4 to T3 وبالتالي تحول T4 لـ T3-BL In addition, impaired renal handling of iodine ال-iodine ما بيحصل لهس excreation فال-iodine بيبقى زايد في البلد وزايد في السيروت جلاند لما يحصل عندي chronic increase لل-iodine بيعمل حاجة اسمها Wolfe-Shaykouf effect iodine الزايد ده inhibit السيروت function فيعمل hypocyroidism ويعمل low T3-syndrome يبقى characteristically العينين بتوع السيكي دي عندهم low T3-syndrome بتقل عليها قوي لأنها very important دي الكومانست manifestation of CKD low T3-syndrome Many studies demonstrated a low T4 level in many CKD patients however, free T4 vary from being low to normal in CKD this primarily because of an impaired protein binding of T4 in CKD كلا بيعرفين لكن أنا عندي فورمة بقى موجودة اسمها ايه؟ thyroid profile is similar to that observed in several non-cyroid illness العينين بتوع severe infection بيبقى عندهم حاجة اسمها non-cyroid illness أو Auceroid 6 syndrome Auceroid 6 syndrome وبيحصل في الأوضاع بيحصل في ... بيحصل في الملONGNC بيحصل في ... several hospitalised patients without renal disease ده بيبقى العين clinically O-nycler치를 يعني Tanz outcome clinically O-nyclerIII وبيبقى فيه زيادة شوية في TSH ونقص في al-T3 ده والعيان clinically ayucyroid بنسميها sick ayucyroid state however unlike other هو بقى دي كلمة المهمة اللي أنا عاوز أوصلها however unlike other non-syroid illness there is no increase in total reverse T3 كل العيانين بتوع non-syroid illness عندهم زيادة في reverse T3 كلهم infection heart failure hospitalized patient acute ill patient كل العيانين دولة critical ill patient كلهم عندهم زيادة في reverse T3 لكن في العيانين بتوع CKD no increase in total reverse T3 ليه؟ this is due to an increase the redistribution of reverse T3 into extravascular and intravascular spaces ده بيخلي reverse T3 يبقى والتوتل بتاع reverse T3 يبقى within normal يبقى characteristically non-syroid illness اللي بيحصل في renal disorder أو CKD هو زي زي l-syroid sick syndrome اللي بيحصل في l-infection بيحصل بيحصل severely ill patient لكن مختلف ان reverse T3 بيبقى normal في العيانين بتوع CKD another difference from non-syroid illness is that TSH level are elevated in CKD هو برضو بيبقى elevated for non-syroid illness احيانا بس بيبقى slightly elevated لكن ال-elevation بيبقى أكتر في العيانين بتوع ال-renal لنتيجة decreased clearance of TSH يبقى ألخص الكلام أقول CKD patient have low T3 normal or reduced T4 and consequently elevated TSH and attendant increase in syroid gland volume وعرفنا المكانزمات this mechanism is probably reflective of the physiological adaptation of the body to CKD to reduce the protein catabolism and anhyterogenous waste load ال-hypocytism دي the adaptive mechanism ال-body بيحاول يعملها عشان يقلل ال-breakdown بتاع البروتين اللي بيحصل في العيانين بتوع CKD وعشان كده بقى عندي نقطة مهمة العيانين اللي عندهم sub-clinical hypocytism أو عندهم elevation لل-TSH أعالجهم في العيانين بتوع CKD ولا لا العيانين جايلي بـ sub-clinical hypocytism وغايب للتحليل ومعه مثلاً TSH9 ومثلاً low T3 slightly low T3 وnormal T4 العيانين اللي زي دولة ماذا أفعل لهم هل أعالجهم ولا أسيبهم أنا لو عالجتهم دلوقتي من الممكن أن يحصل عندي زيادة في البروتين breakdown اللي هي قريدي موجودة في CKD فده debatable issue هنشوف بيقولوا عليه إيه يعني ده debatable issue وهنشوف اللتريتشارز وأحدث المقالات بتقول إيه في النقطة ديه بيقولوا عليه إيه في نقطة ديه بيقولوا عليه إيه في نقطة ديه حاولين 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 الصشوير والس также حاولين الصشوير في TSH انك تديله T3 replacement او تديله التروكسن او cyroxine replacement خلي بالك قوي لان ده هيزود الbreakdown بتاع البروتين واختلفوا بقى متى اعالج TSH كام عشان اعالج العينين دولة برضو بقولوا سيك دي result in reduced iodide excretion with results in increased serum in organic iodide level and the thyroid gland are doing content and consequently thyroid gland enlargement ودي قولناه بيحصل بيحصل في الصيرويد among CKD patients include and increased prevalence of goiter الصيرويد نديول اكتر في العينين اللي عندهم CKD وكمان لقوا دلوقتي في مقالات كتيرة جدا الصيرويد كارسينومة اكتر في العينين بتوع CKD عن الجنرال بوبوليشن there is no increase in the incidence of autoimmune thyroid disease in CKD patient انا منسيتش النقطة بتاع عند ليفل كام TSH عالج انا جاي لها دلوقتي وهنشرحها لأنها نقطة مهمة وأنا بعتقدها نقطة فيصلية في المحاضرة In fact the incidence of bostive cyroglobulin and cyroid microzomal antibody is low in CKD بتعمل planting لأutoantibodies however autoimmune cyroid disease may occur along with other autoimmune disease associated with CKD زي العينين lobos nephritis ممكن يبع عندهم برضو autoimmune cyroid disorders when elevated TSH is detected with other autoimmune disease it is important to screen for anti-cyroid antibody management strategy for autoimmune cyroid remain unaltered by the presence of CKD هو علاج autoimmune disease واحد وهو يعالج cyroid والkidney at the same time العينين بتوع الهيمو dialysis والtransplantation is the impact بتاع the hemodialysis والtransplantation على الصيرويد والعينين دولة is the impact بتاع الصيرويد على the hemodialysis والبروتينية والtransplantation patient on hemodialysis due to CKD have low cyroid hormone levical زيها زي CKD عندهم subclinical hypothyroidism وعندهم low T3 syndrome برضو موجود في العينين بتوع الهيمو dialysis zoza total T4 level are low الهيبارين inhibit T4 binding to protein thereby increasing free T4 fraction in CKD patient on heibarine dialysis Mungkin Mungkin نجا أشوف total T4 total T4 ألاقي في العينين بتوع CKD أليل أو normal ولكن ألاقي free T4 عالي نتيجة الهيبارين لأن الهيبارين بيعمل displacement للسيروكسين من على الجلوبلين Among the CKD patient in homodialysis there is compensatory influence insular transport of thyroid hormone which helps to maintain the thyroid state despite low thyroid hormone level despite low thyroid hormone profile thyroid hormone supplementation should not be initiated without substantial TSH elevation and careful consideration Among patients on protein dialysis العين بتاع البروتين dialysis عندهم نفس الكلام برضو low T-syndrome لكن أقل شوية من العين بتاع الهيم dialysis والعين بتاع CKD The thyroid hormone replacement is not necessary in CKD on protein dialysis The low T3 T4 level recover after transplantation خلي بالك بعد transplantation المفروض يحصل recover T3 T4 level لكن لاحظنا أننا ممكن نقعد several months من 3 على 4 months لغات ما يحصل correction فما تستعجل في الفترة دية لما تلاقي subclinical hypothyroidism أو حتى hypothyroidism أن أن تنشيات T3 replacement therapy وقالوا أن العينين دولة لما دولهم اللي عندهم subclinical hypothyroidism after renal transplantation لما تدولهم T3 لم يحدث تحسن لا في quality of life ولا في graft survival عندنا بعض glomerulonephritis may occur with thyroid disease the most common هي المembranus nephrobacy full by AGA nephrobacy والmembranus puloreferative glomerulonephrobacy والminimal change disease لكن المembranus characteristicly بتزيد في العينين اللي عندهم thyroid disorders there are several mechanisms for this association membranus مع thyroid disorder membranus nephrobacy the association of Hashimoto's thyroiditis with membranus nephrobacy ده حاجة نتيجة immune complex كمان عندي presence of circulating immune complex among patients with thyroid disorder زي العينين بتعو الحش موت زي ما اقول دولة عندهم immune complex موجودة في basement glomerul membrane وموجودة في thyroid epicellial basement membrane the common occurrence of thyroid adrenal disease in association with other autoimmune disease زي type 1 diabetes suggest a common autoimmune disorder وزي lobos vasculitis كل العينين دولة عندهم autoimmune disorder مشتركة اللي sleep apnea بتبقى more common في العينين بتوع الhypocerodism ولكن لقينا برضو ان العينين بتوع minimal change disease بيبقى عندهم some sort of sleep apnea برضو وعشان كده ممكن الhypocerodism تزود لسleep apnea اللي ممكن تحصل مع المنم change disease بروتنوريا especially in nephrotic syndrome often results in urinary loss of thyroid hormone bound to various binding protein such as thyroid bind globulin albumin and trans seritin this this results in reduction patient with low thyroid reserve may develop hypocerodism consequent to the urinary loss in patient on subliminal cyroxib لما العاني عنده brytonuria وهو كان already primary hypocerodism انا بحتاج ازاو تجور it thyroid replacement in addition to glomerulone phritis isolated cases of hypocerodism have been associated with tubular interstitial nephritis and uveitis the disease responds well to thyroid therapy ده syndrom ممكن ألاقي كمن في hypocerodism و glomerulone phritis patient with acute kidney injury may develop في thyroid 6 syndrome but without elevation of reversing t3 hypocerodism ممكن تعمل rhabdomyolysis وتعمل acute ده حتى الماليجنانسي كمان الرين سيل كارسينوم أكتر في العينين بتاع الصيرويد ودي حاجة شفناها والصيرويد ماليجنانسي ممكن يدي متاساسي للكدني والعكس صحيح يبقى الانتر اكشن الهايبر سيروديزم بتعمل بروتونوريا وتعمل اكسيلاريت الكلام ده احنا شرحناه والفجر ده احنا قولناه قبل كده قبل ما اتايل النقطة ديت اخلص النقطة بتاع عند انهي level TSH ابدأ اعمل T3 supplementation اختلفوا في اللتريتشارز وفي اللتريتشارز قالت TSH لغاية 20 مع low slightly low T3 و normal T4 العيان not in need for replacement سيروبي شوف TSH 20 يعني رقم عالي جدا ومع ذلك قالوا ان احنا ممكن منعليكش العيانين دولة وانسيبهم عشان البركداون بتاع البروتين اللي ممكن يزيد في الحالة دي فشوف ببعض اللتريتشار لكن الجنرال اجريمنت اللي انا شايفه في اللتريتشارز الكتيرة ان اكتر من عشرة ممكن ابدأ اعمل ب اللوست دوز اللي ممكن تقلل TSH عشان احسن القواليتي أوف لايف ده القصة بتاع TSH نيجي لدراجز بتستخدم دراجز انسيرويد عند كيدني ديزيز مثلا السيونامايد بنستخدمه لجلومين ممكن يعمل هايبوس ايروديز بعض الاميون سابريشن اللي احنا بنستخدمه ممكن تعمل اوتو اميون سيروديز الانترفيرون لو استخدم في العينين بتوع الكيدني ديزيز من الممكن ان يعمل ترانزينت هايبوس ايروديز يبقى ازا لو انا بعمل سابليمينتيشن فخلي بالي قوي من الدوز البروتونوريا ممكن تخليني احتاج ازود الدوز شوية لكن في نفس الوقت ديكريز دي ممكن يخليني اقل للدوز فعشان كده بعمل جوجيمنت بالتي سي اتش والفريتي فور بعمل جوجيمنت بالتي سي اتش والفريتي فور وجنرال رول تي سي اتش اقل من عشرة ما تعالكش تي سي اتش بين عشرة الى عشرين كويتشنبل اكوردين جلي البيشنط اكتر من عشرين مست بي تريت باي تي سري ريبليسمت دي زريفة جدوى في الاخر كده الانين بتقول الهايبوسيروديزم السيرام كرياتين ده انا بلخص الكلام بقى انكريزد والهايبوسيروديزم دكريزد السيرام سستاتين بيبقى دكريزد في الهايب وانكريزد في الهايب اليريناري نجال بيبقى انتشينجد وانتشينجد 24 hours يوريناري بروتين انكريزد وانكريزد في الاتنين الوطر لود دكريز في الهايبوسيروديزم وبالتالي بيحصل عندي داينيش للهايبوناتريميا والعيانين بتوع الهايبوسيروديزم بيبقى الوطر لود اكسي كريش بيزيد وعشان كده ما بنشوفش هيبوناتريميا في العيانين بتوع الهايبوسيروديزم بدل معمي الهيبوسيروديزم دي هي الهيبوسيروديزم الهيبوسيروديزم والإفكت بتاعه بيبقى عندي على الهايبوسيروديتري أدرينا الأكسيس في عندي نورمال or high TSH altered TSH circadian risk reduce TSH response to TRH abnormal TSH glycosylation altered TRH and TSH clearance الأفكت بتاع الكريني كريني الفيل على السيرويد بيبقى في increased سيرويد volume بيبقى في high prevalence of goiter and the hyبوسيروديزم high prevalence of cyroid midule and cyroid carcinoma low or normal total T4 reduced or normal 3T3 and 3T4 reduction T3 conversion from T4 elevation of 3T4 induced by hebarine in hemodialysis normal total reverse T3 and elevated 3 reverse T3 alteration in binding proteins reduced T4 response to exogenous TSH reduced iodine renal excretion elevated serum iodine هي دي الملخص بتاع effect بتاع CKD على thyroid function وإحنا قلنا إيه effect بتاع thyroid على CKD الصورة دي طبعا لها ذكرى في نفسي لأنها طبعا كانت مع أستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور محمد غنيم لما كنا مع بعض في مؤتمر السعودي الألماني اللي كان في جدة ودي كان في المسجد النبوي وكانت بعد صلاة الفجر طبعا أنا بعتز جدا بالصورة دي ومعانا فيها الدكتور أيمن رئيس وحدة الكلا بمركز الكلا وأنا بشكركم ومعذرة أن أنا طولت لكن الدكتور حسين قال لي يوها فري طايم يعني أنت واخد فري طايم فأنا بشكركم أن يمكن استحملتوني فترة تقريبا قربنا من ساعة باتكلم لكن هو الدكتور حسين اللي داني الإحاء أن المحاضرة مفتوحة وقدر أتكلم زي ما أنا عاوز طبعا أنا بشكر حضر مجاهد على العرض يعني الأكتر من رائع صراحة يعني السهل الممتنع مش أي حد يتكلم بهذا الأسلوب أنا ليه طبعا كومنس لأن أنا النفرولوجست لكن أفضل أتكلم بعد الدكتور حنان فالدكتور حنان الدكتور الحديد يفتح الدكتور حنان بحس نسبة تعليقها وبعدين أنا أتكلم وبعدين نأخذ لو في أسلع الشات أو أحد الزمل أو الأسلات إذا عاوز يعلق على الكلام اللي قاله أستاذنا دكتور حنان دكتور حنان دكتور حنان متشاكرين جدا 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 دكتور مجاهد الحقيقة على المعلومات الغزيرة والتغطية الكاملة وده مش حاجة جديدة على حضرتك بس أنا أريد أسأل حضرتك هل في الحضرات اللي حضرتك قلتها في الكيدني في الكيدني أه في السيرويد على الكيدني هل دي موجودة من الأول مهما كانت الأرقام بتاعة التي أس إتش اللي إحنا كلنا دلوقتي عملينها سيمستر أدجاستد في السيمستر الأولاني كذا في السيمستر الثاني كذا ولا الانتشينجز دي للناس اللي لفت يعني أودسايد الريكمنديشن هذا سؤال مهم جدا للحياة يعني سؤال رائع الحياة طبعا كان المفروض يبقى فيه عندنا أرقام للتي سي اتش برضو في العينين بتوع للسي كي دي وأكوردنج للديجري بتاع السي كي دي زي ما إحنا عاملين في الفيرس تريمستر كذا السكن تريمستر كذا السير تريمستر كذا كان المفروض نقول مثلا العينين بتوع المايلد سي كي دي تي سي اتش لغاية كذا تي سي اتش الحقيقة أنا بحست جامد جدا في هذه النقطة إن أنا أشوف فعلا هل في مثلا العين بتوع المايلد سي كي دي مسموح بالتي سي اتش الغنهي أنهي أنهي بحيث إن أنا حتى في اللاب أقول ده نورمل ولا أبنورمل العينين بتوع المودري سي كي دي مثلا العينين بتوع الـ الـ الكلام المكتوب كله الحقيقة كان على الـ الـ اللي هو الـ العين اللي دخل في الـ وده الكلام اللي مكتوب فقط عليه لكن ما فيش جريدينج زي ما احنا عاملين في كأندوكرينولوجيست زي ما احنا عاملين مثلا الفرس ترايمستر اللي هو في الثاني وبيحكمني في العلاج يعني ده بيحكمني في الدوز وزيادة الدوز وتقليل الدوز الكلام ده مش موجود في السي كي دي لم أجد إلا بس في العينين بتوع الـ اندستي رينال ديزيز ان هم قالوا ان ممكن الليفل يبقى بين عشر وعشرين ده كويش نابل ان انا ممكن اعالج العيالين لكن العيان اللي عنده mild سي كي دي عند انهي ليفل انا انا اي دون تنو يعني اي دون اي دون اي دون اعينين مدرك مثلا سي كي دي عند انهي ليفل ادي تي سري بلسمنت برضو اي دون لكن انا اللي انا عرفته من المحاضرات او اللي انا قدرت اجمعه العيانين بتوع end stage renal disease هم دول العيانين اللي انا اقدر فعلا اقول من عشر لعشرين ده كويش نابل اكوردنج لكواليتي افلايف بتاع البشن واباف عشرين لازم اعالج العيانين تحت عشر نو نيد ونخلي بقى برضو اننا لو عملت احنا كنا نقول مثلا ايه اكوردنج لجايدلاين مثلا TSH اكتر من خمسة واقل من عشرة ونورمل T3 وT4 ده صاب كلين فبنعمل الانتي بروكسيديز انتي بودي وبنشوف لو عالي كنا بنقول ندي تريتمين القصة في العينين بتوع السيك دي لا القصة دي ممكن انا نسيت اقولها في المحاضرة القصة دي ليه لان غالبا اليوريميا بتبقى عاملة بلانتد للليفل بتاع TBO لو عملت TBO الانتي بروكسيديز ممكن الاقيه نورمل وهو elevated عشان كده من المستحسن ان انا معالكش العينين دولة حتى قالوا ايفن لو صليت لليفيت TBO ما متعالكش العينين دولة عشان ما تزود شي البروتين بتاع البروتين يعني يبقى احنا ممكن نكونكلود انه الميلد CKD ممكن نكون رائع بس ما نبقاش يعني سوبر انتوسيستيك معهم قوي تمام لكن نبقى نبقى ريلكتنت في TSH شوية يعني نوسع TSH بالزبط كده هو ده اللي انا عاوز اقوله وده ملخص المحاضرة وبرفو على السؤال الجميل ده بصراحة انساعد به جدا اتفضل لدكتور حسين كان حضرتك فيه نقاط تانية حضرتك عايزة تقوليها تعمل تميوت لنفسك طيب سمعني يا طور مجايد انا سمع حضرتك طبعا محاضرة محاضرة مهاجدة الدكتور مجد اشتراق وشكله متحفز كده عاوز يقول حاجة يعني طيب هنفتح على طور المحاضرة فعلا استيمولاتيف وبرينوستورمينج بدأ ما انا شفت صور الطور مجدي يعني لازم اسيبه وتكلم وبعدين اتكلم انا بعد طور مجدي اتفضل طبعا المحاضرة رائعة كالعالم استاذنا الكبير لكل مجاهي الله يبارك فوق انا كالنفس حسين يتكلم الاول ده خلاص اللي انتو عايزين و طور مجدي احنا بنتعلم منك الادب فعلا اتفضل 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 يا باشا طيب انا طبعا انا حاسأل و اتفضل على الانجال الدكتور طبعا مجاهد قال لنا الانجال هو الوحيد اللي ما بيتأثرش في في بس يعني وده اعتقد مزا طبعا ملوش علاقة بال ولا 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 لا ملوش علاقة لكن هو برضو هو الانجال تيوب يعني يوريناري ماركر اكتر منه بلاد ماركر ودي نقطة مهمة برضو جدا عشان الناس ما تلخبطش في تطلب انجال يورين ولا تطلب انجال سيرام لو هو بيجيب يورين وسيكي دي الافضل اطلب له يوريناري انجال مطلبش سيرام انجال شكرا على كومنت الجميل الحاجة الثانية اللي انا بشوفها كدكتور كلا بشوف كتير جدا بروتينوريا انهايبو ثيرويدزم صح انهايبو ثيرويدزم اجريفيت بروتينوريا في الجرمال الفريتس صح او تي فور بس لو او تي اس بس بس بزات انه دول عندهم CKD ده اللي بنحيارنا جدا السؤال الثاني في بعض الدكاترة اول ما بيلاقي دستوربانس في الثيرويد فانكشن بزات تي ثري واطي روح بادئ التروكسن على طول او ثيروكس without further investigation without referral للإندو كرينولوجيست هال صرف ده صح ولا غلط ولو حدي ممكن قدي تشالينجين تيست ادي له مثلا خمسين ميلي او خمسين او خمسة وعشرين مثلا وهشوف الايفكت فإلى اي حركت في النقطتين دول جميل جدا نقطتين اهم من بعض هاجئله النقطة التانية الاول الحقيقة طبعا انا بشوف كتير جدا عيانين ريفيرد وطبعا العيان عنده سيكي دي ممكن يبقى مثلا جريد ثلاثة اربعة والعيان عنده فتيج وقال له ان الفتيج بسبب السلايتي الاليفيت تي سي الحقيقة انا لا افضل ابدا في العيانين زي ما انا قلت اللي هما اقل من عشرة ان انا ادي تي سري بلس باي ان دوس عشان ما زودش بس البروتين بريك داون اللي ممكن يحصل في العيانين دولة دي نمرت واحد نمرت اتنين العيانين دولة لما عملوا دراسات كتيرة جدا لانه الكواليتي اوف لايف ما بتتحسن شي يعني الفتيج ما بتحسن شي السومولانس ما بتتحسن شي حتى الانيميا يعني كان في بيبرز معمولة حتى الانيميا اللي بنشوفها في العيانين بتقع الهيبوس والسيك دي ما بتتحسن شي لما يبقى TSH اقل من عشرة في الربليسم سيرابي اذا الربليسم سيرابي في هذه الوضعية غير مفيد تماما وزي ما انا قلت في الاجابة على سؤال الدكتورة حنان ان لو اعتمدت على الانتيبروكسيديز والانتي سيرو غلوب غالبا هيبقوا بلانتد ومش هيبقوا موجودين وبالتالي انا لا افضل اعطاء لخمسة وعشرين ولا خمسين ولا الكلام ده لانه مش هيحسن اي حاج دي النقطة التانية نقطة الاولانية الحقيقة طبعا كومان فيري كومان زي ما حضرك قلت البروتونوريا مع الهايبوس فيري كومان يعني نسبة كبيرة جدا عندهم بروتونوريا وبالتالي لما تيجي اللاب بقى لما تيجي تشوف اللاب في العينين بتاعه الهايبوس هيروديزم هتلاقي اللاب بتاعه ميال حتى وهو سيرود فيه مفيش فيها اي مشاكل ميال للصاب كيلينيكا الهايبوس هيروديزم هتلاقي نتيجة البروتونوريا اللي بتحصل التوتل بيبقى قليل يعني التوتل بيبقى ليل فعشان كده لا أنصح أبدا ان انت ما تبعت العيان اللي عنده السيكي دي وعنده بروتونوريا انه يروح يعمل التوتل تي سري والتوتل تي فور لا لازم اعمل الفري تي سري والفري تي فور واعتمد على التي اس اتش ما اعتمدش على الليفل بتاع التي سري والتي فور في التريتمينت اعتمادي الاساسي على التي اس اتش والفولو اب برضو يبقى بالتي اس اتش اه مع الفري تي فور لكن الفولو اب يبقى بالتي اس اتش ده اللي انا قريته الحقيقة في القصة ديت ان احنا اللاب ممكن يبقى ميس ليدنج بالنسبة لية وممكن يبقى انكارجنج ناس كتير جدا اللي مش فهمة انها تبدأ ريبليس منت سيرابي وزود بيز وزود البريك داون اللي موجود مع العيانين بتوع السيك دي فعشان كده انا لا افضل ابدا استخدام لا سمول دوز ولا خمسة وعشرين ولا خمسين ولا اعمل ريبليس منت سيرابي في القصة دي الا اذا كان تي اس اكتر من عشرة وهيبقى كوشنابل من الممكن ان انا قدي اللي تحسن شوية ال quality of life شوهرا جزيلا نطور ماجدي وشوهرا جزيلا نطور مجاهد طبعا نقاط حيوية جدا بس ازن طور محمد الحديدي لو فيه اسلعة الشاتي اراها طور محمد نطور محمد نطور حسين نحن نحن دو سؤال في التشات السؤال هو من دكتور مصطفى رمضان و دكتور أحمد عبدالجلي يسأل هل مهلا تحسن تيارويد 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 في الهيوموديلسي و هل مهلا تحسن من الهيوموديلسي لقد لا أردت الثانية لكن ما قد أفهم ان التشينج في الهيموديلسي مصطفى يقصد كده لا يعني هل من الضرورة نحن نعمل تيارويد 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 لا يعني ليست تيارويد طبعا ويرك محدش أبدا قال ان هو روتين ويرك ان انا اعمل لكن لو انا عملت و لقيت سب كلين كال هيبو سيرويد ما نزعيك شي فبيعمل لقيت لكن امت اعمل سيرويد يعني كان يبقى السؤال كده امت اعمل سيرويد في عينين بتوع CKD ومهم بقى ان انا اعمل تيست لسيرويد في عينين بتوع CKD او لعينين بتوع اللي ده اللي انا شايف ان ده ممكن يبقى سؤال مهم جدا امت اروح اعمل المعمل وخلي بالي ملاقي عندي في العينين بتوع لو اوتو اوميون كيدني ديزيز يبقى في الوضعية دي لازم اشوف السيرويد لانه ممكن يبقى كو اوجستانت اوتو اوميون سيرويد ديس اوردر زي الهاشموتو مثلا والممبريناس جولوميرونوفريتس دي حاجة شوية اخلي بالي منها لو النقطة التانية لو عندي اللارجمنت واضح اوي للسيرويد مش بصورة بسيطة لان اللارجمنت او اللارجمنت اللي بيحصل في السيكي دي ما بيبقاش لدرجة كبيرة قوي فلو لقيت عندي اللارجمنت كبير في السيرويد او مالتيني دولاريتي بشكل واضح او سيرويد ندول كبيرة لأ ومصط انفستيجيت السيرويد لان القصة مش هتبقى من مجرد الادابتف ميكانيزم بتاع السيكي دي لأ ده في حاجة تانية موجودة لازم ابحث عنها فدي الحالات سواء في الضياليسز او في الكوروني كيدني ديزيز اللي انا اخلي بالي منها ان انا اعمل سيرويد فونكشن لو عيان قول نون ان كان عنده برايمر هايبو سيروديز من قبل ما يحصل له سيكي دي يعني جاله سيكي دي ممكن اعمل في الحالة دي اعمل الريتشيك عشان اشوف الدوز وهدي ايه ومادي شيئ يعني هو ده اللي يمكن لكن ليس روتين ابدا ان انا اعمل السيرويد فونكشن في العينين بتوع الهيمو ضياليسز ولا السيكي دي طيب تمام السؤال الثاني من دكتور خالب what is the best time to measure the TSH level in the hemo dialysis patient is it before or after the virus patient والله يعني امكن انا ما اقدرش انا اجاوب انا على السؤال ده اسيبه للدكتور مجد او الدكتور حسين يجاوبوه يعني انا انا مش عارف يعني ايضنت نو يعني من قال لا ادري فقط افتح يعني انا 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 اعرفش اعمله قبل الداليسز او اعتقد ممكن الدكتور مجد يعمل الاميوت او الدكتور حسين ويجاوبو على القصة دي دكتور ماجدي حب تكلم هو طبعا لو هيعمل تيرويد تيست مالوش علقة بالدالسز خالص لانه هو فهيعمل في وقت حاجات محتاجة لفاستينج ولا محتاجة دالسز لكن الحكمة تقتضي بأبري دالس لان كل التحليل البيو كيميكال وكله بنعملها قبل جلس الغسيل هي مش الحكمة هي it's easier لانك انت بتوصل العيان بتاخد فينا صلاح ما فيش داع تشوكه تاني بزبط بزبط لكن احنا كل الربط وكل الكيمياء قبل الغسيل خلينا كده خلينا كده بس النون صعب يعني يعني تبعا فور ايزي زي ما انت قلت فور فيزيبيليتي تمام 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 يا بشر السؤال الثالث من الدكتور طارق هل سبكليناتال هايبوتايروديزم في سيكي دي باستخدام تسبب هذه لبيديميا و و تسبب حلو بصراح شكرا طارق يعني فتفتح طارق يا محمد اي 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 انا انا هجاوب وبرضو عاوز اسمع كمنت دكتور طارق حرب انا انا هجاوب وعاوز اسمع كمنت بتاع دكتور حنان برضو لان الحقيقة اللي يعني بتقول هيبوسايروديزم كمان فيهم الديسليبيديميا يعني 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 بتقول هيبوسايروديزم كمان فيهم الديسليبيديميا وكان في ال ال متع الامريكان سيرويد اسوسيشن لان انا كنت بشرحها لطلبة البوستجرادوت قريب كان بتقول من ضمن الشروط اللي احنا بنعالج فيها الساب كليميكال هايبو سيروديزم ان يبقى فيه ديسليبيديميا ان يبقى عندي فيه أسروجينيك ديسليبيديميا وإحنا ساعات بنشوف الربط في زنسومة مع العينين بتوع الهايبو سيروديزم لدرجة انها ممكن الاقي ترايج الاسرائب 500 وفوق ال500 لدرجة ان انا ممكن الاقي الربط في زنسومة في العينين بتوع البرائمري هايبو سيروديزم القصة دي مابشوفهاش في الساكاندير هايبو سيروديزم اللا احنا بنشوفها في البرائمري هايبو سيروديزم فانا عشان كده الardiسليبيديميا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ Bellroller acclimation مع حقيم ممكن الاقي فيه ديسليبيديميا موجودة مع حقيم والمشكلة في التريتمينت هل أدي ستاتين ولا مديش ستاتين على أساس الميوباسي والربضو ميولوسيس بيبقى زايد في العينين بتوع السيكي دي وممكن يبقى زايد كمان في العينين بتوع الهايبوسيروديزم يعني لو أنا ديتستاتين في العينين بتاع الهايبوسيروديزم اللي عندهمش سيكي دي أنا قريت في بعض المقالات أن المايوباسي أو المصل بين بيبقى أكتر في العينين اللي عندهم هايبوسيروديزم لدرجة أنها ممكن توصل لرب مايوباسي وكذلك في العينين بتوع السيكي دي لكن لا شك أن هما يستفيدوا أن أنا أقل للأسرجميستي بتاع الديسليبيديميا اللي موجودة وبيفضلوا الحقيقة في القصة بتاع السيكي دي على مقاريط الأطورفاستاتين بيقولوا أنه هو البستستاتين وبرضو دي ممكن نسمع كومنت من الزمينة الأعزاء الدكتور مجدي ودكتور حسين ودكتور طارق على قصة السيكي دي في العينين اللي عندهم سيكي دي لكن أنا الأول فعلاً أعاوز أسمع كومنت الدكتور حنان على نفس السؤال لأن إحنا بطورة المفرولجية هياخدوا مننا الجلسة يا دكتور حنان يعني حنان يعني كمان حضرتك عشان تبقى عارب عاملين لي ميوت بعد سؤالي يعني كإن نفسي سؤال وين بعد كده يوح لا دكتور محمد لحديد غلطان طبعاً أنا عملاً أقول لكو أنميوت مي أنميوت مي ما عليك أنا رأي مع حضرتك أنا رأي مع حضرتك إنه هو عندنا إكسبيريانس من بتوع الكارديولوجي زمان ما كانوش بيعملوا كوريكشن للسيرويد فورفير على الهارت وإن هي هيعملها كاتابوليك وهارت ريت وكده بعدين بقى عندنا إفيدنس إنه لا إحنا الأصول إن إحنا نكوريكت بس الطلعة تبقى جراديول بس شوية في عينين الكارديولوجي فبرضو نفس الكلام يعني نعمل نفس الحكاية إنه عندنا عيان مش نقصه الباقي فإذا كان هو حتى سبكلينيكال هايبوسيروديزم وعملاله ديسليبيديميا أو كده نحتاج إلى تريدهم قبل ما نخليه ممكن بقى تطلعة تبقى هي الجراديول والتارجيت يبقى أوسع شوية من اللي إحنا بنعمله فور نورمال هايبوسيرويد بيشيس تماماً كده بشكرك أطورة حنال بشكرك أطورة حنال لأنها فكرتني بالإكسيبيرت أوبينيون منشورة في إنجارة الإكسيبيرت أوبينيون إنه قبل ما نبدأ استاتن بنشيك على TSH لأنه ممكن يبقى ديسليبيديميا سببها هايبوثيروديزم وساعتها أنا هدت الثيروكسين ويبقى خلص الليل بروبط فورم المعين بفورم في هايبرليبيديميا بشكرك أطورة حنال على إنه يعالجها بيشيس لأنه ديسليبيت أوبيني الحاجة التانية اللي قالها أستاذة أطور مجاهد إنه الهايبوثيرويد بالمعامة أيوباثي والستاتن المستقبل هي المسل إنتورانس سندروم فبالتالي بدل ما استعجل ودستاتن اللي ممكن يعمل لي مشكلة في المسل أبتور أبتوماليسيس ما استأنه أضبط الهايبوثيرويد ستيت ناوبتمايز السيرويد الأول بالضبط جدني بالضبط وإحنا كان عندنا يعني عشان تكومنت ع الدكتور مجدي التعليل اللي بتتخذ قبل الجلسة أنا مش عارفة يعني برضو في الرايفت في ناس بتغسل بالليل إحنا عندنا ريكمنديشن بالتاليسيس إتش إنها تبقى إن ده مورني مورني فهي مثل قبل الجلسة لو البيشنت فعلا جلسته الصبح لو البيشنت فعلا جلسته الصبح لكن أعتقد أنه يوجد برايفت سيكتور بيشتغل لو فيه كده يبقى بطر انه يعمل التحليل وليس بالضرورة نكون مربوطين بقبل الجلسة لكن هيتوتها لأجرين وليس بيش أي صحيات لأنه تي حاجة مش هتفرق في الدياليسيس أو كده يعني مش بري الجلسة بوست الجلسة تي اس اتش ودول مش حاجة دياليسابول فعلا ومش هينزلوا زي ما الدكتور مجدي قاد كلام جميل جدا يا تورا حنان وحضراتك خليك معنا أنا ما عملتش بيوت لحضراتك خالصة لكن محمد الاستعج للمرة أولي أنا ليه معرفش تورا مجدي عاوز يعلق ولا 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 لا هنا بس كنت السؤال بتاع الأتورفا لازم تجاوب عليه باستاذنا نكون مجاهد سأل السؤال لازم نجاهد انا قلت وانت عاوز رأيي من نفول جيس انت رأيك يا تورا مجدي انا رأيي ان هم الروسوفا والأتورفا الاتورفا الاتورفا ليس بروتينوريك وان كان الروسوفا بيعمل ولو شوية ميل تيوبلر بروتينورية انسجنيفكنت لكن الروسوفا في ميزة كمان ان هو لاور دوز اهز اهز زيام افكت اهز هاير دوز افاتورفا فالاتنين كويسين اجابتك فعلا اتور مجدي اجابة فعلا عالية جدا لانه في متااناليس انا خدت عرضتها ان اتورفا اه 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 اكدني اكتر من من الروسوفا ستاتين, وفي متااناليس تانية بتقول العكس فهما الاثنين high potent statin هما الاثنين مطلوبين لما كنا نعاوز عالج ديسليبيديميا لكن احنا في بعض الأدوية ماشيين العين عليها دي بتحكمنا في الأطورفا statin الأطورفا statin metabolized وخاصة السيكلوسفورين لو أنا ماشي العين على سيكلوسفورين الماكسما مدوز من الأطورفا هي 10 ميلي جرام الحاجة الثانية في الـ AQI مع الـ Contrast أكتر الاستادز استخدمة روزوفا statin روزوفا statin من الأطورفا statin فأنا ميال شوية ميال شوية للـ روزوفا statin لكن الاثنين زي ما حدق قلت الاثنين حلوين ولاثنين يمشوا حدق تضيف حاجة تولماجلي لا كلامك مزبوط 100% وطبعا هو الموضوع شائق جدا جدا طبعا دي عوز محاضر الواحد طبعا أنا أنا سعيد جدا بوجود تور ماجدي وتعليقاته طبعا تور ماجدي عنده خبرة كبيرة جدا أنا لأن الحوار كيدني اند ثيرويد هو الجمال في القصة أن يبقى فيه اندوكرينولوجيس ونيفرولوجيس لاثنين مالتنسيبنيري تيم أبروتش وأنا فعلا من أنصار إن أنا لو عملت ثيرويد بروفايل ولقيت فيه مشاكل مما أستعين بأهل العلم والكونسلتيشن ده لأنه تور ماجد النهاردة قال لنا تفاصيل ممكن ما يبقاش إحنا قوير بها قوي لكن نعاوز أقول بعض النقاط من النفرولوجي لتريتشر التس إتش ده هو المصط امبورتنت لاب تست عندنا في ستيكي دي والدالس والترانسبلانتيشن في يوشيب كيرف ما بين التس إتش فاليو والمورتاليتي يعني يمكن أنا مش من أنصار العشرين ده خالص ويمكن اختلفت مع أستاذ الله رحمه الدكتور محمد الحديدي لما كان بقول العشرين أنا قلتول العشرين ده هتمش نوافع لها خالص وطبعا الكلام عشرين وعشر ده في وجود نورمال تيفور لكن لو فيه تيفور قليل بعدها كلينيكا من الساب كلينيكا لها عالج فأنا يمكن يعني كونسيرند قوي بحكاية العشرة لأنه في المورتاليتي عالية قوي بعد العشرة ويمكن أقل من العشرة من الخمسة العشرة فيه مورتاليتي بارف زي ده في العينين بتعني لكن طبعا الأمر بيبقى مطروك للإندوكراينولوجيست للقصة دي بعض النقاط التانية وهسيب التورمجاهد يعلق على كلامي كله إنه فيه حاجات التورمجاهد قال الثيرويد الهايبرثيرويد والسيستاتين سي الكلام سليم جدا إنه ممكن تنترفير مع الـ سيروم والسيستاتين سي الاتنين هايبو وهايبرثيرويد الاتنين بعملوا هايبرتنشن بميكانيزمز مختلفة الثيرويتكسوكوزيس معاه الكترويد يمكن أشهرها اللي إحنا عارفينه يعني الهايبوكالينيا اللي إحنا فيه Passed by على فكرة وليس بالضرورة مش بالضرورة مم مش بالضرورة هيبقى الهايبرثيرويد معا هايبوكالينيا عشان يعمل بريوديك برعلس فممكن يبقى نور مكالمك بريوديك برعلس سبارcht مع الهايبوكاليميا فيها هيبوماجنزيميا والأهم منهم الهايبركالسيميا يعني الثيروتكسكوزيس من الحاجات اللي بتعملهايبركالسيميا وبتعملهايبركالسوريا وممكن معها نيفركالسينوزيس يعني ممكن العيان أنا أشوك انه نيفركالسينوزيس تبقى القصة ثيرويد فعشان كده الثيرويد فونكشن تس ده يعني أحد الزملاء كتب سؤال هل نعملها روتين أو نعملها منوتر طبعا ما فيش إفدنس بيز للكلام ده لكن هو نوت تشيك الثيروت فونكشن تس وخاصة الـ TSH أشوف رقم الـ TSH في العين بتوعنا إذا كان هو حتى برغنوستيك موجود الهايبوثيرويد بتعمل الهايبوناتريميا والهايبوناتريميا مع الهايبوثيرويد أيضر انتداريت الكورمون ريليتد أو مش ريليتد يعني يمشى مع البثوي يمشى مع البثوي تالي طبعا فيه حاجات تانية كتيرة جدا مع القصص دي النفرجينيك سيستينوزيس مثلا العيان اللي عندهم سيستينوريا وسيستينوزيس مهم هايبوثيرويد وإذا ما بصلح السيستينوزيس ممكن يبقى العين محتاج ريباس من الثيروت فونكشن تورمي جاهد في جدول جاب أدوية من الأدواء اللي جابها الألمتزوماب أو الكامبث إحنا استخدمنا الكامبث في عينين عندنا في الاندوكشن ثيرابي وما كناش او إيرباسي التفكدة لكن أنا قبل التورمي جاهد رجعت الكامبث والقيت فعلا المست كامن بروبلم للثيرويد لو حصل معها الثيرويد بروبلم هي الجريفز يبقى في جريفز بعد الكامبث وده من الحاجات تقول إيه تنسبة مش قليلة فبرضه تتحق في قصبان لما نستخدم أدوية آخر نقطة عشان نطولت إحنا الكونترست ممكن قبل الكونترست في بعض الناس بتقولني شايك على TSH عشان العين هياخد أيودين وخاصة لأيودونيتد كونترست ميديا في بعض الناس بتوصي إن إحنا نشوف TSH و هنسمع رأي بطور مجاهد في النقطة دي طبعا أنا بأكد إن العينين الديالسس ممكن يقعون ثيرويد نديول بنسبة عالية جدا وجمع اليابانيين طلعوا عندهم حصافة لما عملوا ثيرويد ألترا ساوند ولقوا إن حتى لو مشكليني كانت تتكتب فيه بالألترا ساوند ممكن أبطوا رقم كبير جدا يعني أبطوا 50% من عينين الديالسس ممكن يبقى عندهم بعض الـ تشينجس في الثيرويد جلاند طبعا الموضوع الثيرويد لدي كدنا ده موضوع واسع للغاية وأعتقد الطور مجاهد النهارده حتى نقطة الحروف في حيات كتيرة نسمع من الطور مجاهد وبعدين نشوف بقية الأسئلة أو بقية الزملاء اللي عوزين يعملوا كومنت طيب أنا الحقيقة كلام الدكتور حسين كلام جميل جدا بالنسبة لي إن ممكن يبقى الـ روتين لأن أنا أشوفها في العينين على أساس إن السيرويد ديسفونكشن كومن بروبلم مع السيكي دي لكن لازم أخلي بالي إن برضو دي أدابتف ميكانيزم وأكرر كلام اللي أنا بقوله إن دي أدابتف ميكانيزم وإن كتير جدا من العينين بيبع عندهم ساب كلينيكال هايبوسيرويدزم الخلاف على العلاج خلاف التريتشار دواخني وأنا بعمل المحاضرة عند أنهي تي اس اتش أبدأ ريبليس منتصرابي وأنهي عيان أبدأ ريبليس منتصرابي القصة مختلفة جدا جدا وقد تحتاج تفصيل طويل الحقيقة فدي نقطة تانية مهمة إمتى أعمل ريبليس منتصرابي والباست ريبليس منتصرابي اللي أنا أديه للعينين دولة أديه وإزاي أحكم على الكواليتي أوف لايف وإيه البرامترز بتاع الكواليتي أوف لايف بس أنا محبيتش طور المحاضرة أكتر ما هي طويلة لكن فيه كلام كتير جدا جدا على إن الكواليتي أوف لايف في كتير من العينين بتوع السيك دي اللي عندهم مائلد إليفاشن للتي اس اتش ومائلد تكريز للتي سري والتي فور ما بيتحسنوش والكواليتي أوف لايف ما بتتحسنش فيهم بل الأوتكم كمان ما بيتحسنش يعني الأوتكم ما بيتحسنش إحنا عارفين العينين بتوع السيك دي بيبقوا موربرون للفاسكلار دسئردرز والعين بتوع الهايبوسيروديزم موربرون برضو للفاسكلار دسئردرز كان فيه امل ان انا لما عالج الهايبوسيروديزم في العينين بتوع السكي دي ان الفاسكولار اوتكم يتحسن لكن في الحقيقة العينين بتوع الساب كلينيكا الهايبوسيروديزم الفاسكولار اوتكم لما عالجوهم ما تحسنش في القصة دي فعشان كده الدبيت في القضية دي سيظل دبيت كبير جدا ما عنده انهي رقم تي سي اتش ابدأ ريبليسمنت سيرابي وازاي اشوف الكواليتي اوف لايف والبرامترز اللي انا عاوز اشوفها ما عليش اقول مجاهد هل الكلام ده مرتبط برقم تي فور يعني لو انا عندي ايه طبعا لو انا عندي ماركد ريداكشن في تي فور دي القصة خلصانة اه القصة خلصانة ولا عشان كده ما ينفعش اعمل تي سي اتش الواحده وبعدين برضه بعمل الفري تي فور يعني بقول للناس ما تعملش التوتي تي فور ولا التوتي تي سري اعمل الفري تي فور عشان البروتين بايندنجو القصة دي وما ينفعش واحد يبعت عيان عنده سي كده يعمل له تحليل يطلب له تي سري تي فور تي س اتش ويسكت كده لا لازم اقول الفري تي فور الفري تي سري تي سي اتش يعني ده خاصةً في عينين الكلاء. خاصةً في عينين الكلاء. لأنه طبعاً البروتين واليوريميا والكلام ده كله بقى فإحنا حتى ما بنجي نقيس درج ليفل يستحسن نقيس الفري ليفل. لأن التوتال ممكن يبقى يعني التوتال ممكن ناخد منه قراءة وعالج عليها وتطلع في الآخر مشكلة كبيرة جدا. الزبط كده. ده اللي أنا عاوز أقوله يعني ودي المين ميسج اللي أنا عاوز أوصلها من المحاضرة النهاردة. ما تروحش تعمل التوتال تطلب كده تي سري وتي. لو بيكتب كلام ده أبقى بعارف إنه مش فاهم حاجة. لازم أطلب الفري تي فور. وما ينفعش أطلب الفري تي فور الواحده تي سي اتش. وما ينفعش أطلب تي سي اتش الواحده برضو. لكن لو في مركة في الفري تي فور ده مستحيل تبقى. السيك دي هي اللي عاملة كده. لأن التي فور بيبقى تقريباً نورمال أو سليتلي آآ 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 ما 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 فعل. لكن لو لا أنا تي فور أولاي الأوي. أو الفري تي فور قصدي أولاي الأوي. لا خلاص. أنا آمام عيان عاوز ريبليس منت السيرابي. أي أن كان الرقم بتاع التي سي اتش في القصة دي. لأنا محتاجة أعمل جميل طبعا الهايبوناتريميا علامة مميزة جدا العينين بتقولها هيبوناتريميا علامة مميزة العينين بتقولها هيبر سيروديزم الكالسيم فعلا بيبقى زايد وأحيانا أنا كان عندي أنا عمل حالات كيسيز على السيرويد والكيدني برد بسم رد طبعا أدوش أجيبها النهاردة عشان وقت المحاضرة لكن فيها عندنا حالات فعلا نفروكالسينوزيس ممكن تحصل نتيجة الهايبر كالسيميا اللي موجودة الغريب بقى أن فيها نه ممكن يبقى هيبر كالسوريا حتى كالسوريا أيوة يعني فيها هيبر كالسيميا وهنا يبقى فيها هيبر كالسوريا موجودة في العينين بتوع السيكي دي وده موجود في العينين بتوع السيرويد الجريفز الحقيقة احنا بنشوف سيروتكسيكيز هل سميه جريفز وهو بيكشر زي الجريفز لكن للأمانة يكتب حسين لما عملوا التراب على أساس أن ده يبقى كاركترستيكا لده جريفز فعلا ونقدر نقول إن الجريفز تبقى أسوشييتد مع الأوتو أميون سيرويد دوس أوردر فالحقيقة اللقاء الأسوشيشن ده قليل جدا مش بالصورة الكبيرة اللي احنا ممكن نشوف حالات جريفز بالبوستف تراب في العيانين بتوع الأوتو أميون سيرويد دوس أوردر لكن في حالات روكوردة جريفز مع أوتو أميون سيرويد دوس أوردر وطالما بقت حالات جريفز ده محتاج إن أنا أدي أنت سيرويد تريتنيت تمام لو حلالك عاوز تكمل اتفاضل يا باشا لا خلاص أنا عارف أننا أجهدنا أجهدنا حضرتك هناخد آخر تعليق من الدور رمضان لأنه رفع إيده من أول لحظة الدور رمضان عارف طيب الدور رمضان كان أميون سيرويد طيب الدور ماجد عاوز يعلق لا أنا عايز أشكر الدكتور مجاهد وأطلب منه برزنتيشن تانية على الديابيتس تايرويد انسي كي دي حلوة اتساعدت على الدنيا أكتب لا باشا باشا بلناشغل سيادتك يعني سايرويد بيتيس لأنه برضو بنشوف كتير داياباتي كيدي ديزيز وجايين بثايرويد ديسفانكشن وأنا برضو اي ركوميند إن أنا أي بيشنت عنده سي كي دي شود بي سكريند فور تايرويد اسفشيلي ان ان في ميل اوور فورتي جميل رجل رجل سكريني برضو الموضوع هيبقى حلو جدا دكتور حسين يعني برضو انت تتشجع دكتور مجاهد دكتور حنان لا 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 يحضروا باشا أقولي بقى جاهز إحنا جاهزين إنت عارض خلاص وإحنا جاهزين أنا حبا وان مانس كده لأنه موضوع طويل دوننا وان مانس كده وإحنا نحضره إن شاء الله إن شاء الله أنا للأسف هنقفل لأنه دكتور مجاهد عنده ميتينج ومحاضرة لكن أحب أسمع من دكتور حنان قبل ما قبل ما جاء قفل بشكر لهم انتو بتعملولها انميوت كتير أوي بتعملوا انميوت لدكتور حنان كتير دكتور حنان دكتور حنان انميوتد محمد الحديدي يعمل يا حبي أنا 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 دكتور مجاهد الحمد لله أنا الحقيقة عزي أشكر لدكتور مجاهد على المجهود الجامد اللي عملوا في المحاضرة وأشكر لدكتور حسين والدكتور مجدي والدكتور طارق وكل اللي سألوا الحقيقة وأحيوا الديسكورشن وده يعكس إن فيه نييدس فعلا إن إحنا نعمل فيها مور ريسيرش ويبقى عندنا أورقون ديتا على البيشنت اللي عندهم بوس سيكي دي أن سيرويد بس أوردرز عشان حتى ممكن نعمل ريكمنديشن للجينيورز بتوعنا اللي بيسألوا التارجت ونعالج على مسافة قد إيه ونحلل كل قد إيه وأسئلة الحقيقة كويسة جدا فأنا بشكركم على المحاضرة دي ومتشكرة خالص نشكر الدكتور مجاهد وإن شاء الله التوفيق المحاضرة اللي كاير حديدي فيه حاجة من أنا على مفتح بس لو في حاجة تطور طارق طلطار وعاوز يعلق تطور طارق تطور طارق تطور طارق تطور طارق تطور طارق تطور طارق سلام عليكم سعيد بالمحاضرة النهاردة اللي زوزت الحيرة لأن حقيقة نحن بنشوف حالات اللي هي بتبقى تطور عشان حالات سعيرويد disorders وإحنا الابروتش للمنجمنت بكون نوتوائز وإحنا بنبقى مينلي ميند باللب result اللي هو تماما مخالف للكينيكال استيطة العام بتاعنا وإحنا نحن 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 لاب ميند لأن الكثير لاب لدي الكثير وإن الكثير وإحنا نحن لأن نحن 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 بشكل تحجيل من رينال وإن سيرويد لأي أو أحن لأي في نحن في هذه سيناري الكثير كثيراً كثيراً لأن الوضع بيتك فوت معلها معلها كارد مصر والناس تعرف الأكتبات التي تعملها في الوضع بيتك فوت أنا أشكره على أطولنا مجاهد ودي نمسة بس بسطة جداً من الناسين المئيين من الجماعة المصرية طبعاً أنا أتكلم اليوم في الجماعة المصرية كلنا بنتوجه بأسمة آيات الشكر والتحية والتقدير لأستاذ والطول مجاهد ممتع كالعادة في الموضوع الحاوي فيرويد رينال أكسس والطول مجاهد قال لي أن هذا كان سؤال دكتوراه في الاندكتراين ما عرفش مين نحطه الحاجة الثانية حنان مشكلة جداً لوجودك والوقتك ونحن بدعوة أن حضراتك معنا مرة ثانية كسبيكر على أننا نحب نسمع حضراتك الشجير وأنا لسا فاكر الحالتين أن حضراتك اتطلعت فيهم ضعابة ونحن بدعوة ونحن بدعوة ونحن بدعوة ونحن بدعوة في نهاية هذه الجلسة المحترمة جداً بشكر الدكتور مجاهد بشكر الدكتور حنان بشكر الأساس الأفاضل المعانا ودكتور مجدي قدامك الكاميرا ودكتور قنطاو ودكتور عرفها كل السابق جملة وبعتذر لدكتور رمضان ودكتور إبراهيم نحن لم يأخذ أسئلة للدكتور مجاهد إدان إشارة على أنه عنده ميتنج ولازم يخرج عشان المحاضرة أنا سعيد جداً بهذا اليوم وبشكركم وإن شاء الله نرفع الحلقة نية على اليوتيوب وكل الناس تشوفها وتستفيد من علم التور مجاهد ومناقشات التارية بوجودكم الجميع شكراً وإلى اللقاء معاك سنين معاك سنين معاك سنين معاك سنين هذا بالت facto والم wasكام أعطب أن نكون Гдеسر ملاحظة من غبري شكرا